موسيقى حلقة جديدة من مدار الغد طيب الله أوقاتكم تحديات أمن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط نناقشها مع ضيف مدار الغد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هوكنز أما السودان فما زال عالقا بين مساعد تهدئة والحلول السلمية وبين الحجد والعمليات القتالية الأسطول الأمريكي الخامس أسطول معني بحفظ أمن الملاحة البحرية في المياه العربية والبحر الأحمر واليوم في مدار الغد نستضيف المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي للتعرف أكثر على التحديات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في المنطقة وتأثير القتال في السودان عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكثر من محور المحور الأول هل ما زالت أهداف هذا الأسطول كما هي ثابتة هذا الأسطول يوجد في هذه المنطقة بموجب اتفاقية مع المنامة وقعت في العام واحد وتسعين في العام خمسة وتسعين زادت قطعه البحرية لتأمين هذه المياه العربية وكذلك تأمين مديق هورمز وكذلك تأمين البحر الأحمر الهدف الأساسي هو ضمان حرية الملاحة بأمان وسلام نرحب بضيف مدار الغد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هوكنز وينضم إلينا من المنامة أهلا بك معنا سيد تيم في البداية أرجو منك فقط أن تذكرنا بأهداف الأسطول الأمريكي الخامس سأعيد عليك السؤال سيد تيم أرجو في بداية حوارنا أن تذكرنا بمهام الأسطول الأمريكي الخامس تسمعوني سيد تيم طيب أنا أسمعك الآن سوتك على الهواء أنت تسمعوني طيب هل أعيد عليك السؤال نعم لو سمحتم حتى أستطيع أسمع السؤال لأنني لم أسمعه من قبل طيب فقط للأسف صوتي يصلك متأخرا بعد الشيء تقريبا يصلك صوتي بعد خمسة أو ست ثواني تقريبا سؤالي هو في البداية أرجو أن تذكرنا بأهداف الأسطول الأمريكي الخامس ما هي مهامه؟ إن مهمة الأسطول لطالما على مدار عقود كانت لمساعدة ضمان الأمن والاستقرار البحري بعدد من الطرق من أهم هذه الطرق هي التحالف البحري الأكبر في العالم والذي يتألف من 38 دولة كلها ملتزمة بالعمل في مختلف أنحاء المنطقة والتعاون سويا للحفاظ على الأمن البحري وأيضا التعامل مع أي تهديدات إقليمية مثل تهريب المخدرات والأسلحة والأفراد وقد نجحنا في أكثر من مرة وقف مثل هذه الأعمال التي تزعزع استقرار المنطقة هناك أيضا هيئة أخرى وهي شراكة بحرية دولية وهذه الشراكة تتضمن 11 دولة وهي ملتزمة بأمن البحري تحديدا الممرات الرئيسية مثل مضيق هرمز وغيرها نعمل بطرق مختلفة مع البحرية مختلفة في الإقليم والتعاون سويا لأننا نؤمن بأن هذه الممرات المائية حيوية للاقتصاد العالمي ولدينا اهتمام للحفاظ على أمنها وسلامتها ولكن سيد تيم يعني بعيدا عن هذه التحالفات البحرية أليس من أهداف الأسطول الأمريكي الخامس التصدي لأي تهديدات إيرانية بالمنطقة؟ إن مهمة الأسطول يتعامل مع أي أعمال تزعزع الاستقرار في المنطقة وفي المياه الإقليمية سواء كانت من بلد أو من أطراف غير البلدان مثل القراصنة أو الأفراد والعصابات التي تعمل على التهريب شحنات تتضمن سلاح مخدرات إدجار بالبشر كل هذه الأعمال تزعزع الاستقرار نحن نهتم بها لأنها تؤثر على التجارة العالمية أي نشاط يزعزع الاستقرار بالمنطقة ولو تأثير كما نتذكر منذ سنوات حيث كان هناك عمليات في قناة السويس حيث توقفت الملاحة وأثر ذلك على الملاحة العالمية وكان هناك تركيز كبير على الممرات الممائية في المياه البحرية على الصعيد العالمي وأيضا شبه الجزيرة العربية هناك توافق في الآراب بأن هذه المنطقة حيوية ولها دور هام بالنسبة للاقتصاد العالمي وزعزعت الأمن وفي هذه المنطقة أمر خطير ومهم عسكريا سيد تيم حين نقول أن الأسطول الأمريكي الخامس هو أقوى قوة بحرية في منطقة الشرق الأوسط حاليا هل توافق على هذه الجملة عسكريا حين نقول أن الأسطول الأمريكي الخامس حاليا هو أقوى قوة عسكرية بحرية في الشرق الأوسط هل توافق على هذه العبارة ما كنت أقوله بأن قوتنا تعتمد على قدراتنا للعمل معه ومن خلال شركائنا وهذا يحدث هنا في الشرق الأوسط إن البحرية الأمريكية واحد من ضمن مجموعة من الخيارات مجموعة من الدول لها نشاط في هذه المياه المحيطة نحن نعمل مع هذه الدول التي تتعاون 15 بلد في المنطقة تعمل بشكل متكرر في المياه المحيطة ونحن شركاء 13 من بينهم وباستثناء إيران التي اختارت العمل مع الصين أو روسيا وسوريا والتي اختارت العمل مع روسيا نحن نركز بشكل يومي على قواتنا وتوسيع هذه الشركات ونحن ممتنون لمواصلة العمل مع هذه الدول إقليميا هذا مهم ونحن ملتزمون المياه البحرية الأمريكية ملتزمة بالحفاظ على أمن واستقرار هذه الحدود البحرية في الشرق الأوسط طيب دعني أسألك السؤال بطريقة أخرى سيد تيم هل لك أن تعطينا ما هو متاح من معلومات حول الأسطول الأمريكي الخامس حول عدد قطعه العسكرية حول تسليحه حول أفراده الأسطول الخامس يتألف تقريبا من ثمانية آلاف فرد موزعين في نقاط مختلفة بالمنطقة بعضها يعملون بالبحر وغيرهم خارج البحار بعضهم بحارة يعملون يوميا مع شركاء الإقليميين يقومون بدوريات ويقومون بدوريات بحرية مضيق هرمز خليج العمان البحر الأحمر يقومون بذلك لضمان أن المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية تظل آمنة وفي أمان وهم متاحون لتأمين البضائع التي تتحرك عبر هذه الممرات والتي لها أهمية ليس فقط للاقتصاد العالمي ولكن للسلام ورفها هذا هو تركيزنا ولهذا لدينا بحارة يعملون في هذه المنطقة إلى جانب الشركاء الإقليميين ونركز على القيام بعملنا وتنفيذ المهام التي تطلب من خلال ومع شركائنا لحفاظ على الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية وماذا عن عدد القطع البحرية وماذا عن تسليحها يعني أعتقد أن هذا الكلام ليس بسر يعني أعتقد ذلك أي قطع بحرية تحديدا تقصد الأسطول الخامس الأسطول الخامس لديه مجموعة من القطع البحرية في المنطقة وهي تتضمن سفن حربية تقوم بالخدمة في المياه وتتضمن غواصات تعمل تحت المياه كما تحدثنا ولدينا أيضا مقاتلات وحاملات للمقاتلات تقوم بدوريات للاهتمام بشأن ما يحدث في المياه المحيطة ولدينا ما يسمى بمسيارات بحرية وهي منصات لإطلاق المسيارات وهي تعمل على سطح البحر وبداخل البحر وبداخل المياه وهي لتأمين المنطقة على مدار العامين الماضيين كان هناك تحسين لما يمكن أن نرى فيما يتعلق بالتأمين من خلال هذه القطع من على سطح البحر ومن البحر نفسه يمكن أن نرى أكثر يمكن أن تكون هناك استجابة أكثر سرعة إذا ما كان هناك شيء يسترعي الانتباه إننا نركز بشكل أساسي على أي أنشطة تزعزع الاستقرار في المياه الإقليمية لأن الممرات المائية في الشرق الأوسط حيوية للرفاهة الإقليمية وللاختصاد العالمي طيب حين أقول لك إن المعلومات المتوفرة حول الأسطول الخامس هي كالتالي حملت طائرات كما ذكرت حضرتك غواصات هجومية مدمرات بحرية أكثر من سبعين مقاتلة قاذفات قنابل مقاتلات تكتيكية طائرات تزويد بالوقود عدد أفراد الأسطول الخامس كما أشرت يقدر بثمانية آلاف عسكري وغير عسكري بالمناسبة عدد السفن بالأسطول الخامس سبع عشرة سفينة حربية هل تريد أن تصحح شيئا مما ذكرت؟ نحن لدينا عدد من الأفراد ولدينا الكثير من السفن الحربية والمقاتلات مرة أخرى نعمل مع شركاء الإخلمين دعني أعطيك بعض الحقائق في 2021 أجرينا تقريبا 33 تدريب من خلال الأفراد والسفن الحربية والمقاتلات في عدد من التدريبات في 2022 هذا العدد قد تضعف حيث أجرينا أكثر من 70 تدريب عسكري في 2023 نحن نسير بسرعة تتجاوز هذه الحدود حتى أنه يمكن في هذا أم يمكن أن نصل إلى عدد أكبر لدينا التزام للعمل مع الشركاء الإقلميين والحلفاء ونعمل في شبه الجزيرة العربية من أجل الوفاء بالتزاماتنا ومهمتنا وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المياه الإقلمية طيب الشهر الماضي في أبريل الماضي أعلنت البحرية الأمريكية أنها أرسلت غواصة تعمل بطاقة ناوية تحمل 150 صاروخ موجه من تراث تومهوك للبحر الأحمر لتعزيز الأسطول الخامس الأمريكي ما هو هدف هذه الغواصة؟ نحن أعلن وأشرنا بالفعل إلى حقيقة أن في الشهر الماضي هناك غواصة دخلت للمنطقة وهي قادرة على حمل الكثير من سواريخ تومهوك ولدينا العديد من المركبات البحرية والتي تتناوب على أنحاء مختلفة في المنطقة الهدف من هذه السفن الحربية والغواصات والمقاتلات أن تكون هناك دوريات تسير في المنطقة في المياه الإقليمية والعمل مع الشركاء والحلفاء على التدريب تعزيز القدرات فإذا ما كان هناك أي شيء يسترعي الانتباه نكون جاهزين للاستجابة بشكل جماعي وأؤكد على حقيقة أن الولايات المتحدة لا تعمل هنا وحدها ولا نتطلع للعمل بصفة فردية نحن نعمل مع الحلفاء الإقليميين ونحن ملتزمون تماما بذلك ليس هناك بحرية لأي دولة يمكن أن تتعامل مع كافة التهديدات الأمر يحتاج إلى فريق وروح الفريق وجهود جماعية لذلك لقد استثمرنا بشكل جماعي مع شركائنا الإقليميين لتحقيق هذا الهدف هل لك أن تعطينا معلومات أوفا ساتيم عن القوة 59 الجديدة أيضا في الأسطول الخامس نتحدث عن مئة مركبة فوق سطح البحر منصات بحرية لإطلاق مسيارات بحرية وغير بحرية منذ عامين في سبتمبر 2021 قمنا بتأسيس أول نظام للمسيرات بحري وهذا الفريق المسمى 59 السبب في ذلك أننا أدركنا بأن هناك الكثير من التقدم الذي أحرز فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا المسيرات وأدركنا بأن هذه المنطقة تتوسع في استخدام هذه المسيرات وهناك ارتفاع في حركة المرور عبر هذه الممرات المائية والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي نعمل بصفة منتظمة مع الشركاء الإقليميين في هذا الصدد حتى تكون هناك أحدى التكنولوجيا نظم للمسيرات وللاستخبارات سواء كانت جوية أو برية أو بحرية لأن هذه النظم تحتاج إلى تجريب وتحتاج إلى خبرات نقوم بذلك بالتعاون عن قرب مع شركائنا الإقليميين ولقد ساعدونا في كل خطوة خلال تأسيس هذا الفريق في سبتمبر 2021 البحرين كانت أول شريك إقليمي انضم إلينا في هذه الجهود منذ ذلك الحين عملنا مع تقريبا كل دولة في المنطقة في شبه الجزيرة العربية لتحقيق تقدم في هذه التكنولوجيا وأيضا العمليات التشغيل اليومية للبحرية نعمل على نشر هذه المسيرات في شبه الجزيرة ومن هدفنا أيضا أنه بنهاية هذا الصيف سوف نقوم بتأسيس أسطول أيضا لهذه المسيرات البرية والبحرية مئة مسيرة برية ستكون متاحة للاستخدام ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من قبل الشركاء الإقليميين الغالبية من المسيرات لن تأتي من الولايات المتحدة لكنها ستكون من خلال مشاركة ومن خلال نشر من عدد من الشركاء الإقليميين وحققنا تقدم في هذا الهدف بالفعل حققنا وصلنا لمنتصف الطريق ونحن على ثقة بأننا سوف ننتهي من هذه المهمة بنهاية الصيش وهناك اعتراف كبير ما بين شركاء الإقليميين والحلفاء بشأن قيمة وتكامل هذه تكنولوجيا الحديثة بالمنطقة ولكن سيد تيم اسمح لي رغم كل هذا العتاد وكل هذه القطع البحرية الأقوى ربما وبينما أنا وأنت نتحدث الآن واشنطن تقول أن الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط هل تعتبر ذلك إخفاقا في مهام الأسطول الخامس لقد أعلننا بالأمس أن إيران للمرة الثانية في أقل من أسبوع تصادر أحد السفن التجارية في مضيق هرمون بشكل غير قانوني وإيران تصادر هذه السفينة بشكل غير قانوني هذا تصرف غير مسؤول وبالتالي من المهم أن نتحدث بالحقيقة وندرك بأن مسؤولية هذا الحدث هو من ينتهك هذه القواعد والقوانين وإيران في هذه الحالة هي من تقوم بذلك فعل ذلك في هذا الأسبوع الأسبوع الماضي وفي العام الماضي ومنذ عامين قامت بخمسة عشر انتهاكا مشابها من خلال الهجوم أو مصادرة مركبات تجارية أو سفن تجارية وبالتالي هناك حاجة الوقف هذه الممارسات هل تعتبر ذلك إخفاقا في مهام الأسطول الخامس أعتقد أن هذا مثال آخر على التصرفات إيران غير المسؤولة وغير المرغوبة وغير المبررة والسلوك غير المبرر هذا يعكس ما النمط تتبناه إيران ونحن ملتزمون للعمل مع الشركاء الإخليميين والحلفاء من أجل تعزيز الروابط ومن أجل تحديث التكنولوجيا لتطوير قدراتنا في المنطقة لحماية صناعة السفن وحركة المرور والمجتمع الدولي ونذكرهم بأنه يمكن أن تكون هناك إمكانية لتعزيز قدراتهم واتخاذ خطوات لحماية أنفسهم ولذلك أنا أعتقد بأن هذا يعكس بأنه هناك بالفعل كيان واحد يستطيع أن يوقف هذه الممارسات المصادرة إيران عليها أن تتوقف عن ذلك ومتى تكون هناك محادثة لذلك هذه أنشطة التي تمارسها إيران الهدف منها زعزعة استقرار المنطقة والعمل على نشر عدم الاستقرار بالمنطقة ولكن سيتم مرة أخرى حين نقول أن هذا الأسطول الخامس هدفه الأول هو تأمين المياه العربية وتأمين البحر الأحمر سيما تأمين حركة الملاحة به ما يعني وحين نقول أن هذا هو الهدف الأسمى من وجود الأسطول الخامس هنا السؤال إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأسطول نجح في مهامه دعني أكون واضح في تعريف مهمتنا مهمتنا هي ضمان أمن واستقرار الحركة البحرية والمياه البحرية مع شركائنا الإقليميين الواقع بأن هناك مئات من السفن التجارية تعمل وتتحرك بشكل قانوني في المياه الإقليمية وكما أشرنا المياه واسعة النطاق وحيوية وبالتالي إذا كانت هناك أي دولة تتصرب بشكل غير مسؤول فإن المسؤولية بالكامل تقع على عاطق السلوك غير المسؤول من إيران هناك دولة واحدة في الشرق الأوسط التي تهاجم وبشكل مباشر تصادر سفن تجارية دولة واحدة فقط هذه الدولة غير مسؤولة هذه الإجراءات غير مبررة وهناك حاجة لوقفها طيب اسمح لي كذلك سيد تيم يعني ما هي آليات عمل الأسطول الخامس بمعنى كيف يقوم الأسطول الخامس بتأمين هذه المياه العريضة كما تسميها أنت بمعنى كيف له أن يتأكد من أن المياه هذه آمنة وأن التجارة العالمية آمنة أم أنه ربما يتلقى اختارات فقط إن تم احتجاز سفينة هنا أو تم السطو على سفينة هنا أو تم عرقلت أو تفجير سفينة هنا نتخذ عددا من الخطوات كما ذكرت لقد قمنا بزيادة التدريبات العسكرية مع شركائنا الإقليميين والحلفاء كما أشرت منذ 2021 وحتى 2022 تضاعف الرقم ونعمل على مضاعفة الرقم بصفة مستمرة نعمل على توسيع الشراكة إقليميا ونعمل على توفير مزيد من التكنولوجيا عبر النظم المسيرات لزيادة وتعزيز ما يمكن أن نراه الأعمال الغير المسؤولة نعمل أيضا عبر هذه السفن لمن حدوث أي شيء مشبه بطريقة نظهر من خلالها بأن ما قامت به إيران من خلال هذه المسيرات يمكن أن نراقب ويمكن أن نرصد ويمكن أن نتفاعل والشيء الوحيد الذي يمكن أن نعمل عن قرب عليه في هذا الأمر مع السفن بدون الخوض في مزيد من التفاصيل أقول بأن أننا جميعا مهتمين بحماية قدرات السفن التجارية لأن تمر بشكل آمن من خلال المياه الإقليمية ومن سوء الحظ بأن تكون هناك هذه المحادثة مرة أخرى بأن هناك دولة واحدة في الشرق الأوسط هي التي هاجمت وقامت بالإدرار أو بمصادرة مركبات دولية وسفن دولية لأكثر من خمسة عشر مرات الأسطول الخامس يا سيد تيم موجود بالمنطقة منذ تقريبا ثلاثين سنة تقريبا يعني متى آخر مرة أطلق فيها الأسطول الخامس طلقة تحذيرية عفوا لم أستوعب السؤال مرة أخرى هل يمكن توضيح السؤال أي أسطول في العالم حين يشتبك أو يقترب أو يتعامل مع سفن يسميها معادية أو غير يعني صديقة يكون عليه مجموعة إجراءات أولها وأسهلها وأبسطها طلقة تحذيرية هنا أسألك يعني آخر مرة اضطر فيها الأسطول الخامس إلى إطلاق طلقة تحذيرية كانت متى السؤال أعتقد بأنه ليس واضح بشكل كامل ولكن أعتقد بأن السؤال يتعلق بالتكتيك الخاص بالتشغيل وأنا لا أستطيع أن أخذ في تفاصيل بهذا الأمر وأرجو منكم أن تقدروا ذلك نحن نتخذ كل الخطوات الضرورية واللازمة لحماية السفن وأي قطع بحرية نعمل أيضا على حماية صناعة السفن التجارية والمرور بسلاسة وبأمان عبر المياه الإقليمية بحرية وبأمان لأن الرفاهة الإقليمية والدولية تعتمد إلى حد كبير على القدرة لأن تقوم هذه السفن التجارية بأن تتحرك بشكل آمن وبثلاسة وانسيابية إن إيران لا ينبغي أن تقوم بشن هجوم على سفن تجارية من سوء الحظ أنها تقوم بذلك لذلك هذا يسترع انتباهنا لذلك سوف نواصل مراقبة مضيق هرمز والممرات الضرورية والهامة لنرى ما الذي يحدث ومن ثم نطلق أي تحذيرات بصدده كيف تقيمون في الأسطول الخامس قوة الأسطول الإيراني سيد تام مرة أخرى هل يمكن تكرار السؤال كيف تقيمون في الأسطول الخامس قوة الأسطول الإيراني لن أقدم أي تقييم عن هذا الأمر يمكنكم أن تسألوهم عن هذا التقييم ولكن يمكن أن أخبركم بأن البحرية الأمريكية تحديدا ملتزمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدراتها وأن تقوم بذلك بطريقة من خلال التنسيق عن قرب مع الشركاء بما يعزز قدراتها لهذا قمنا بتأسيس فريق 59 هذا الفريق والعاملين به سوف يعملون على تطوير التكنولوجيا المستخدمة عبر المسيرات وهناك أفراد أيضا وممثلون من الشركاء الدوليين معنا ومن ثم أعلننا عن الهدف من تأسيس أول منصة للمسيرات البرية والتي هي جاهزة لأن تعمل على تعزيز ما يمكن أن نرى شراكة مع الدول الإقليمية في المياه المحيطة يمكن أن نرى المزيد من الخطوات ولكن نستطيع أن نستجيب بشكل سريع من خلال أن نكون في وضعية أفضل والتعامل مع أي أمر يسترعي انتباهنا ويستحق الاستجابة قبل أن نتوجه لك بسؤالي الأخير سيد تيم بالطبع نحن نقدر كثيرا متطلبات وظيفتك يعني كمتحدث باسم الأسطول الخامس نقدر كثيرا فكرة التعامل الخاص وخصوصية العمل داخل أي مؤسسة عسكرية نشكرك على ما تفضلت به من إجابات يعني ونقدر عدم ردك على بعض الأسئلة هذا أمر نقدره يعني سؤالي الأخير يا سيد تيم الآن السودان لها حدود على البحر الأحمر ربما لها 780 كيلو متر مسافة طويلة يعني حدود طويلة وسودان تشهد قتالا ربما مثل ست أسابيع هل اختلف أداء الأسطول الخامس بعد نشوب أزمة السودان أن الأسطول الأمريكي والبحرية الأمريكية تتلقى تعليمات من القيادة في واشنطن لدينا وضعية لتقديم الدعم للإدارة الأمريكية أو وزارة الدفاع تحديدا والعمل في السودان لمساعدة هؤلاء الذين يرغبون في مغادرة البلاد نقدم لهم يد العون وبالتالي فإن البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط تحديدا نعمل على تقديم الدعم في هذا الصدد ونقف إلى جانب أي مطالب تقدم في هذا الأمر لمساعدة عدد قليل في بورت سودان والانتقال إلى جد بناء على الطلب ويمكن أن نظل مستعدين إذا ما تطلب الأمر ذلك لتدخل لتعزيز جهود الولايات المتحدة التي تقودها وزارة الخارجية الأمريكية ونحن ننفذ كل ما يطلب منا من خبل الوزارة المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هونكس كنت معنا من المنامة فشكرا جزيلا لك نناقش نناقش أيضا في مدار الغد الليلة السودان ما زال عالقا بين مساعي التهدئة والحلول السلمية وبين الحشد والعمليات القتالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر